الدوري السنة دي طموحك ايه في الدوري؟ ممكن شايفيني المنافسة قوية من سنوات بعيدة ما شفناش الأسبوع 24 والأهل والزمالك في مراكز بعيدة عند المقدمة رغم أن وجود بعض المؤجلات لكن واضح أن فيه أندية فرضت شخصيته في الدوري في الموسم ده كابتن أحمد بص هو الجدوى الوهمي لازم الأهل يلعب مؤجلاته والزمالك يلعب مؤجلاته عشان تعرف انت واقف فين لغاية دلوقتي انت تلعب الموتش بموتشو في الآخر الغاية الفرقة كلها تلعب تعرف انت موقعك فين في الجدول المسابقة شايفة إزاي المنافسة المنافسة قوية لكن فنيا قليلة يعني المسابقة قوية في التنفسية لكن الفنيات لا قليلة في الدوري الفنيات شايف أن الأنديا بتحتمد على قوات القوة واللاقبة بعيدة عن الفنيات أو اللعبة اللي تصنع الفرق غد الوقت احنا بنفتقد في الدوري المفروض ان واحد تكتكيها بتبقى طغية في الموتشوات بشكل كبير جدا لكن احنا ان واحد تكتكيها عندنا في موضوع اللعيبة لسه شوية لا يمكن اللعيبة مشكلة في اللعيبة مشكلة في التحفيز مشكلة ما عرفش المشكلة فين لكن واحد تكتكيها هي فرقتين تلاتة اربعة المحافظة عن الشكل الهجومي أو الشكل الدفاعي أو السيستم كامل لكن بقيت الفرق فيه بتبقى حصل لها مشاكل فنية ده سبب في تباين النتائج لسموح السيناري يعني احنا بنشوف الفريق بيقدي بيكسب بفريق اعداف كبير مرة تانية مباريات ممكن نقول مباريات مضمونة بيخسر ايه السبب في كده بص انت انت في الاخر انت عندك الما بكلمك على الشكل الفني أو النواحة التكتكية انت فيه فرق عندها اتناشر اللعيب دولي يعني فيه فرق من تلات اربع فرق التشكيل الاساسي ببقى فيه متناشر سواء محترف او مصري لكن انت ما عندكش الرفاهية دي انت عندك رفاهية انت بتجيب لعيبة ساعات ما بتتحطش في الموقف التنفسي اللي بتلعب على مربع بتجيبها بتعدل شخصيتها وبتعدل رتمها الفني وبتعدل تحركاتها عشان تتناسب مع طموح النادي او موقع واللي هو متعود عليه ساعات لعيب بيستجيب ليك وساعات لا لكن انت في الاخر انت بتشتغل في ليفل معين الليفل معين ده لا انت ممكن تاخد منه احسن حاجة استجابته بتبقى بطيقة دي الكلام ده كل واحد على شخصية لعيبة كابتن احمد خسرت نقط كتير الموسم ده بتجيبها ببعض الاخطاء ممكن اخطاء فردية كلفتك ماتشات ماتشات كتير السنة دي في الدولة ما هو انت ما انت لو انت عندك يعني اللعيبة بشكل واحد جايين جاهزين بشكل يعني مستوابين او عندهم ممارسات عندهم خبرات كبيرة الاخطاء الفردية بتقل لكن لما لعيبة انت قابلة للتطوير بشكل كبير جدا نسبة كبيرة جدا في الفرقة لا انت ممكن تحصل اخطاء فردية بس في الاخر احنا بنشتغل نحاول نقدم لعيبة جديدة للكورة في مصر تقدر تساعد يعني نفسك تحقق او تقرر تجربة احمد عبدالقادر ومصطفى فتح ومحمد عبد المنعم ولا القماشة اللي موجودة دلوقتي في اللعيبة اللي بيطلقوا اعارات صعبة ان انت تقرر الموضوع ده والله يبصوا انت يعني مصطفى فتح وعب قادر ومنعم وفتوح وناس كتير لعيبة كتير جدا لعيبة كلها دولية يعني احنا يعني لما تفرج على تشكيلة منتخب مصر يعني اه هم فيه ستة او سبعة كانوا في اسموحة كانوا في اسموحة واحنا عادنا يعني تطويرهم او تقدمهم وبقادوا موجودين في المنتخب مصر ده حاج كويسة للنادي يعني وللمنتخب لكن حتى ان انت يعني بتدور على المواهب احنا بندور على المواهب لان اللي خلي بقى لك انت المهارة بقت قليلة في اللعيبة واللعيب المهاري بقى قليل ما تقدم على صابع ايدك الوحدة اللعيبة المهارية اللي موجودة اصلا متمرسة في الدورة لكن الناس الجديدة لسه احنا بنحاول نستكشف ناس يعني